بصبر وعزم بالغين ينحط الجيش الوطني والمقاومة طريقه نحو استعادة دولته هكذا تبدو طريق الحرية صعبة وشائكة ودربها بالغة التعقيد فما بين طريق وعيرة وأخرى ملغمة وبإمكانات شحيحة يشق الجيش الوطني دربه لتعزيز مواقعه ونقل إمداداته للعبور باتجاه التحرير مديريات محافظة صنعاء الجبلية وتحديدا منطقة نهم ذات تضاري سواعرة يتأخر فيها وصول الإمدادات العسكرية والغذائية استخدم الجيش الوطني الحمير والدراجات النارية وكل وسائل النقل البدائية لإيصال الذخائر والأسلحة إلى أغلب المواقع التي لا تصل إليها الآليات العسكرية بسبب عورة الطريق قبل أن يتمكنوا من شك طريقهم المليئة بالتعرجات والنتوءات صورة من صور الكفاح تأتي كإجابة متأخرة لكل علامات الاستفهام المطروحة عن تأخر المعركة إجابة تنقلها طبيعة المعركة بتضاريسها هذه المرة نهم والكدحة وغيرهما من المناطق تقف شاهدة على صلابة اليمني وبأسه وكفاحه في استعادة دولته يلجأ الجيش الوطني لهذه الطرق في محاولة منه للالتفاف في معاركه بعيدا عن الاستهداف ومخاطر الألغام ناهيك عن تجنبه خوض معاركه في المناطق السكانية خشية استهداف المدنيين من قبل الميليشيا لا مستحيل أمام صلابة رجال وبأس محاربين أدركوا هدفهم جديدا ومضوا باتجاهه إلا أن درب الحرية ليس سهلا